إلى العربي الجديد أخيرا أزمة ديون وتضخم وتهاوي الجنيه هل ينهار اقتصاد مصر؟ أدى تقييد الواردات والتعويم الثالث للجنيه المصري أوائل العام الجاري وهو الثالث خلال عشرة أشهر إلى أزمة مزدوجة لنسبة كبيرة من الشعب المصري حيث اختفت السلع ما أدى لارتفاع أسعارها بينما أدى ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري إلى الضعف لانخفاض القيمة الحقيقية للأجور إلى النصف تقريبا ووفقا لتقرير موقع دويتش فيلا الألماني بنسخته الإنجليزية السبت ودويتش فيلا الألماني بنسخته الإنجليزية السبتة فإن المشاكل التي يعاني منها المصريون حاليا هي ذاتها التي يعاني منها اللبنانيون ولكن إذا ساءت الأمور هنا فستكون التداعيات أكثر ضررا ووفقا للموقع ذاته فإن معدل التضخم الحقيقي الذي يقدره بعض الاقتصاديين ليس كما هو معلن في آخر إحصاء بنحو 21% بل أسوأ من ذلك بكثير حيث قدر اقتصاديون أن نسبة غير رسمية التي تشمل الاقتصاد غير الرسم الضخم في مصر تصل إلى 100% ورسم الموقع معالم الأزمة التي تحدث في مصر الآن معتبرا أن ذاتها التي مر بها اللبنانيون عام 2019 وهي تضاعف أسعار المواد الغذائية وانخفاض الرواتب إلى النصف وتقييد البنوك مقدار السيول النقدية التي يمكن سحبها مشيرا إلى أن السقوط المالي الذي يعاني منه العديد من الأشخاص العاديين في مصر اليوم مشابه جدا للأزمة الاقتصادية الكارثية التي واجهت اللبنانيين